في قلب واحدة من أقصى البيئات على كوكبنا تحت بحر واسع من الرمال الذهبية اللي بتتحرق وما بتنتهيش بتنام أسرار فضلة محفوظة لآلاف السنين حكايات عن حضرات قديمة وقصة الشعوب احتفت أصواتها مع الزمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تخيلوا معايا للحظة إن الفراغ المرعب اللي بنشوفه ده هو في الحقيقة مجرد غطاء سطار رمل خفيف بيخب تحته عالم كامل قصة حضارة عاشت وازدهرت وبعدين النسيان والرمال غطوها سؤال زي ده كان لحد وقت رايب جدا أقرب لأفلام الخيال العلمي منه للحقيقة النهاردة هنبدأ مع بعض رحلة استثنائية عشان نكشف القصة دي رحلتنا هتبدأ من الرابع الخالي أكبر صحرة رملية متصلة في العالم كله مغرد الاسم الواحده بيرسم في خيالنا صور من الغمود والرهبة والفراغ اللي ملوش نهاية لقرون طويلة المستكشفين والرحالة كانوا بيبصوا للمنطقة دي على إنها حرفيا نهية العالم المعروف ما كان الكثبان الرملية فيه عالية زي الجبال والحرارة فيه قدرة تكسر الصخر أرض كان الكل معتقد إنها مبتخبيش أي أثر للحياة أو للتاريخ طيب خلينا نتعمق أكتر في لغز الربع الخالي إزاي ما كان بالضخمة دي كلها أكبر من مساحة دول كاملة يفضل صفحة بيضة في كتاب التاريخ لكل السنين دي إزاي كل الحضارات العظيمة اللي قامت حواليه وكل الطرق التجارية اللي مرت جنبه تتجاهله تماما ده كان السؤال اللي حير العلماء والمؤرخين لسنين طويلة جدا الفكرة اللي كانت مسيطرة على العقول الجميع كانت بسيطة ومباشرة الربع الخالي كان فعلا خالي ما كان طبيعته قاسية جدا لدرجة إنه مستحيل أي مجتمع بشري يقدر يعيش ويزدهر فيه لفترات طويلة الفكرة دي كانت شبه حقيقة علمية مسلم بيها ومبنية على صعوبة الاستكشاف والتنقيب في بيئة زي دي لكن إيه اللي ممكن يحصل لو استخدمنا أداء جاية من المستقبل عشان نبص نظرة مختلفة على الماضي هنا بقى القصة كلها بتبدأ تاخد مصار جديد تماما التكنولوجيا الحديثة بتقدم لنا مفتاح مفتاح مش بس بيفتح الأبواب المقفولة لكنه قادر إنه يفتح أقفال الزمن نفسها ويعدي من طبقات الرمل الكثيفة أبطال قصتنا هنا هم فريق من الباحثين العباقرة في جمعة خليفة في أبوظبي الفريق ده قدر يطور خوارزمي التعلم آلي يعني برنامج كمبيوتر ذكي جدا بيقدر يتعلم ويفهم كميات مهولة من البيانات المعقدة والبرنامج ده عنده قدرة استثنائية إنه يحلل صور الأقمار الصناعية ويكشف الأسرار المستخبية تحت الأرض العملية بالرغم من إنها معقدة علميا ممكن نبسطها في تل الخطوات الرئيسية أولا الأقمار الصناعية بتاخد آلاف الصور عالية الدقة للصحراء الواسعة ثانيا وهنا بيجي دور ببطلنا الذكاء الاصطناعي بيبدأ يشتغل على الصور دي ويحلل كل بيكسل فيها وبيدور على أنماط دقيقة جدا تغيرات طفيفة أو في طبيعة الأرض مستحيل العين البشرية تلاحظها وأخيرا بعد تحليل كل البيانات دي بيقدر يحدد بدقة مذهلة أماكن أثرية محتملة مدفونة تحت الرمل طيب إزاي التكنولوجيا دي بتقدر تشوف من تحت الرمل السر في التقنية متطورة اسمها رادار الفتحة الاصطناعية أو صار تخيلوها معايا كأنها ندارات سحرية بتشوف اللي العين المجردة ما بتشوفوهش هي بتبعت إشارات رادار بتقدر تخترق طبقات الرمل ولما الإشارات دي بتخبط في أي جسم الصلب تحت الأرض زي مثلا أساسات مبنى قديم أو جدار مدفون بترجع تاني للأقمار الصناعية وترسم لنا صورة للي مدفون تحت كأننا بنعمل صنار للأرض نفسها بالضبط الدكتورة ديانا فرانسيس رئيسة مختبر العلوم البيئية والجيوفيزيائية بالجامعة لخاصة الدافع الملهم وراء المشروع الطموح ده الحاجة كانت واضحة وصريحة لازم نلاقي طريقة نشوف بيها اللي الرمل مخبي لأن محاولة البحث والتنقيب بالطرق التقليدية فمساحات شاسع زي دي شبه مستحيلة ومكلفة جدا كان لازم يكون فيه حل مبتت وبعد كل المجهود ده وكل التكنولوجيا المتطورة دي يطرق الزكاء الاصطناعي لقى إيه هنا بنوصل لقلب حكايتنا اللحظة اللي كل حاجة تغيرت فيها لحظة الكشف عن السر اللي كان مدفون لآلاف السنين الاكتشاف اللي هز المجتمع العلمي العالمي كله خمس تلاف سنة ده عمر الحضارة اللي تم اكتشاف أدلة قوية على وجودها تحت رمال الربع الخالي الرقم ده الواحده قادر يغير كل اللي كنا نعرفه احنا بنتكلم عن حضارة كانت عيشة في نفس وقت ازدهار الحضارة المصرية القديمة وحضارات بلاد ما بين النهرين رقم بعيد كتابة فصول كاملة من تاريخ النمطقة اللي لقوه كان مزهل بكل المقييس مش بس أدلة على وجود مستوطنات بشرية قديمة لا ده كمان اكتشافات جديدة ومهمة في موقع سروق الحديد الأسري زي أدوات وأسلحة بتدل على وجود شبكة تجارية واسعة كانت بتربط المنطقة دي بالعالم القديم الاكتشاف ده عمل موجة من الحماس في الأوساط العلمية حوالين العالم وعلى الفور هاي الدبي للثقافة وفقت على بدء عمليات التنقيب في المواقع الواعدة اللي حددها الزكاء الاصطناعي والنتيجة الحاسمة لكل ده بتتلخص في جملة بسيطة لكن معناها عميق جدا وبيغير كل حاجة الربع الخالي لم يعد فارغا الفكرة اللي فضلت حقيقة راصخة لكورون انهارت في لحظة واحدة قدام قوة العلم والتكنولوجيا التاريخ اللي كان مدفون بدأ يتكلم من جديد بس الاكتشاف المذهل ده مش بس بيغير نظرتنا للربع الخالي لا ده كمان بيفتح الباب لأسئلة أكبر بكتير عن مستقبل علم الأثار نفسه الموضوع ما بقاش مجرد اكتشاف واحد لكنه بقى نموذج لمستقبل كامل من الاستكشافات اللي ممكن تحصل في كل مكان في العالم النقطة الجوهرية هنا هي ان الطريقة دي مش حصرية على صحراء الربع الخالي الباحثين بيأكدوا ان نفس الخوارزميات والتقنيات دي ممكن تتكيف وتستخدم في أي منطقة صحراوية في العالم من الصحراء الكبرى في أفريقيا للصحراء أتكامى في أمريكا الجنوبية عشان تكشف على الحضارات تانية لسه مفقودة ومستنية حد يكتشفها احنا ممكن نكون على أعتاب عصر ذهبي جديد للاكتشافات الأثرية الفرص اللي بتفتحها التكنولوجيا دي قدامنا تكاد تكون بلا حدود بنتكلم عن القدرة على الحفاظ على طراثنا الإنساني بشكل محدش كان يحلم به تخيلوا نقدر نرمم الأثار المتضررة بشكل رقمي دقيق أو حتى نعيد بناء مدن كاملة اختفت عشان نقدر نمشي في شوارعها من خلال تجارب الواقع الافتراضي التاريخ مش هافضل مجرد سطور في الكتب لكنها هيبقى تجربة حية نقدر نعيشها ونحس بيها لكن طبعا مع كل قوة عظيمة زي دي بتيلة حديات ومسئوليات كبيرة لازم نتأكد أن البيارات اللي بيتعلم منها الذكاء الاصطناعي مش متحيزة عشان ما نوصلش للتاريخ مشوى ولازم نضمن الخورزميات دي ما تكونش بتحدد هوياتنا الثقافية المتنوعة عشان كده الموضوع محتاج حكمة وتوجيخ إنساني طول الوقت والرؤية دي بتدعمها منظمات عالمية زي اليونسكو اللي بتوصي باستخدام الذكاء الاصطناعي لما يكون محوره الإنسان وده معناه ببساطة أن التكنولوجيا دي تفضل أداة عظيمة في إيد العلماء والباحثين تمكنهم من تحقيق اكتشافات مذهلة وتساعدنا كلنا على فهم أعمق لتاريخنا المشترك وتراثنا الإنسان الغاني والمتنوع وفي النهاية بنلاقي نفسنا قدام رؤية ملهمة للمستقبل إحنا دلوقتي معانا أدوات قوية جدا بنقدر بيها نفتح شبابيك جديدة على الماضي ونسمع قصص أجدادنا اللي كانت مدفونة والسؤال دلوقتي بقى إيه هي الأسرار الكانية اللي لسه مستخبية تحت رمال العالم ومستنية اللحظة اللي نوجه فيها عدسات المستقبل عشان نكتشفها ونرجعها للحياة من تاني لو عجبتكم الرحلة دي في أعماق التاريخ والتكنولوجيا ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تتابعوا معانا رحلات تانية جاية كل المصادر والمراجع اللي اعتمدنا عليها هتلاقوها موجودة في الوصف اللي حابب يتأكد بنفسه ترجمة نانسي قنقر